اشتركوا في القناة درسين سوف اضع الدرس رقم ستة عشرين والسبعة عشرين يونداي الكيا يونداي وكيا سيم دو كاء مية واربعين وسيم اثنين كاء ثلاثمية واربعين نفس خرائط اثنين من الخرائط المختلفة سوف نحدد جدول الاعطال ونلغي الاعطال اذا سوف اسحب الخارطة الاولى نك هذو من الخرائط سهلة الاستعمال نك سريعا ما سوف نستخرج جدول ونفهم طريقة الالغاء سوف ابحث عن العطل مثلا مية وتسعة تلاثين نتوجه لعمل البحث نك تلاحظون هنا وهذه الطريقة رأيناها في الدروس السابقة نك هذا النظام نحاول ان نجعله يتناسق بهذه الطريقة ونسعد لنحدد البداية الجدول نك تظهر ان هنا البداية الجدول سهلة هذه الخارطة سهلة نضيف خارطة جديدة محدد الاسم DTC هناك DTC جدول فقط على ما اظن ولمن يريد ان يجرب لنا هذه الطريقة يخبرنا عن ناتج واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة نحدد مائتين وننظر ماذا سيعطينا هذا هو الجدول نتجه الاسفل نتجه الاسفل كي نحدد نقطة النهاية تظهر ان هنا انتهى تناسق المستطيلات او المربعات هنا تشابه هنا بين الارقام واسفار هنا اسفار في هذا السطب كله اسفار ينتهي هنا يعني واضح انه في هذه المنطقة ننقص مئة وخمسون مئة وعشرون مئة وعشرون نزيد سطر تصبح مئة وواحد وعشرون هكذا نكون حددنا نية الجدول هنا نعود لأول جدل وننظر تطابق الارقام من بدايتها هنا تظهر انها معكوسة نغير الخيار نختار هي موضوعة في اللوهاي هاي لو ونقوم بالبحث عن العطل نقوم بالنفس الطريقة تقوم باختيار كامل السطر وتضعه اسفار تصلح الشكسم ندارة ان تكتبه ونعيد البحث انتهى العطل الثاني مثلا مئة وستة ثلاثون موجود هنا تلغي وموجود في هذا السطر تلغي تحولوا كله اسفار وبنفس الطريقة السفر سفر السفر سفر موجودة كذلك والسفة مئة واربعون موجود كذلك يعني الاكثر ان هذا هو الجدول الجدول الاعطال وهذه هي الطريق سوف ننتقل للخارطة الثانية خارطة الكياء سيم تلاثمية تلاثمية وواحد واربعين على ما اظن تلاثمية وواحد واربعين ونسحبه ونبحث مثلا عن سفر أربعمائة وعشرين أو سفر سفر ثمانية وثلاثون نبدأ ب هناك نحوله إلى ستة وعشر ونعيد البحث يعطينا هذه كثير من من الاقتراحات ننظر في السفر أربعمائة وعشرين ونبحث عن الشكل المعتاد على ما أظن هذا هو الشكل نتوجه إلى الأعلى هنا على ما يبدو نحدد بداية تنتهي الأسفار هذا كله أسفار ينتهي هنا سوف أختار هذه النقطة دي تي سي وبعدها ونعض واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أنا ما يبدو أنها تسعة مئة وخمسون وننظر نحن هنا نتثبت في الأرقام معكوسة ونغير الخيار هذا هو السفر أربعمائة وعشرين موجود هنا وهذا هو السفر ثمانية وثمانية 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 موجود هنا لا أعرف إن كان هذا جدول فقط لم أتحصلت فقط على هذا الأكويت سوف أنزل هذا الدرس وإذا هناك من جرى بهذه الطريقة يعطينا النتيجة يلغي عطل ويبرمج العقل ويعطينا النتيجة إذن 08 تلغيه بنفس الطريقة نفس الشيء هنا نكتمل الغاء لأنه موجود في نفس السطر وصف 24 موجود مرة واحدة موجود هنا إذا كانت هناك أعطاء أخرى لم تظهر في هذا الجدول يعني هناك جدول آخر نفس الشيء الخارطة الأولى نفس الشيء مثلا صف 24 لا يوجد هنا وموجود في مكان آخر سوف أتثبت إن كانت هناك خارطة أخرى المشكلة أني لا أعرف جميع يظهر أنه هناك خارطة أخرى إذا كان هذا نوع العقل يحتوي على هذا الخطأ يعني هذه خارطة أخرى وبنفس الطريقة تبحث عن الجدول نفس الطريقة لا يتغير شيء مدام ابتعدنا كثيرا على المنطقة نحن نعود نحن هنا أبحث عن هذا الجدول في هذه المنطقة منطقة هنا يعني قريبا لتلك المنطقة تثبت في السفع 24 الذي وجدناه تثبت في السفع 24 نعود لهذا الجدول وهذا الجدول وهذا لا يحتوي على السفع 24 هذه الخارطة جدولها هو هذا هذه قد قمنا بإلغاء السفع 24 أنا أخطأت في الخارطة يعني الخارطة الأولى هذه لا يحتوي فيها على السفع 24 إذا نبحث فيها هي ننظر إلى مكان جدول قنا في هذه المنطقة ونعيد البحث على السفع 24 وننظر ماذا سيعطينا في تلك المنطقة هذا هو المكان ويبدو أنه منظم يعني يظهر أنه جدول ثاني تقوم بنفس طريقة وتلغي العطل بنفس طريقة تختار كامل السطر وتضعه كله أسفار إذا جدول ثاني يظهر أنه هنا يبدأ من من هنا انتهت الأربعلاف أربعلاف 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 من هنا سوف أضيف جدول ثاني DTC2 يوم Arthur لو نفس نفس تسعة نبدأ بالمائة ونحدد نفس الخيارات وننظر أعطانا لـ 24 وننظر في حجمه النهائي متواصل 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 نحن اخترنا جدول الأول من هنا وهذا جدول يعني هم ينتمين نفس الجدول يعني نعيد ونصلح بيدية الجدول الأول على ما أظن هكذا نعم نعم نفسي شيء يعني نقوم ب فسخ هذا الجدول وجدول متواصل الفوق يعني طريقة البداية كانت خاطئة في هذه الخارطة نغير نغيرها إلى هنا قلنا تنتهي الأربع لفه هنا نضغط ونغير ونضيف 300 وننظر إذا ننزل للأسفل ينتهي هنا لنقص 200 150 أكثر خليلا 170 170 هذا هو الجدول ويحتوي على سفل 24 بهكذا نكون قد تحددنا الجدول المعنى بالأمر وتلغي بنفس الطريقة يعني هناك جدول واحد في الخارطة الأولى وجدول واحد في الخارطة الثانية سأنزل هذه الجداول وهذه الخارط كي تتدرب جيدا وتجرب هذه الطرق ومن لديه سيارة فيها هذا العقل إن أمكانه أن يلغي عطل ويجرب نكون ممتنون له كي يعطينا نتائج هذه الطرق إذن لمن لم يلتحق بعد هذه قناة اليوتيوب وهذا الڭروب فيسبوك نشكركم على الدعم والمتابعة أصلحنا لأن أخطأنا لنتعلم من بعد البعض والعلم الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد إن شاء الله